أهلا بكم في مقرر الكيميا الكهربية كيم 233 مواصل في الوحدة العاشرة وفي شرح الخلايا الثانوية ونأخذ مثالا آخر وهو بطارية النيكل كادميوم هذه البطارية مكونة من أنود من الكادميوم وبالطبع يتأكسد بينما الكاثد يكون هو عبارة عن أكسيد النيكل الذي يتم اغتزاله في تفاعل الأنود فإن الكادميوم يتأكسد من حالة مقدارة صفر إلى حالة أكسد أخرى مقدارة موجب اثنين ويتم فقدان إلكترونين أما عند الكاثد فإن النكل يتم اغتزاله من نكل موجب أربعة إلى نكل موجب اثنين ويتم أيضا اكتساب إلكترونين جهد هذه البطارية يساوي واحد وأربعة من عشر فولت وتتميز هذه الخلية عن بطارية السيارة في أنها صغيرة الحجم وسهلة الحمل ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الخلايا يسمى خلايا الوقود هذه الخلية تتكون من غازي الهايدروجين والأكسجين حيث أن غاز الهايدروجين يوضع في استوانة بينما غاز الأكسجين يوضع في استوانة أخرى وتنتشر هذه الغازات ببطء عبر فتحات مسامية في الجانبين وتتفاعل مع الإلكتروليد الموجود في القسم الأوسط هنا في هذا المكان وهو عبارة عن محلول ماء من هيدروكسيد البوتاسيوم وعادة تصنع الأقطاب من مادة موصلة مثل الكربون والإلكتروليد كما ذكرنا يكون محلول ماء قلوي مثل هيدروكسيد البوتاسيوم في هذه الخلايا الأكسجين يختزل ويكون هو الكاثد حيث أنه يكون من حالة مقدار صفر يختزل إلى حالة أخرى ويتم اكتساب الإلكترونات يتعرض الأكسجين للاختزال عند الكاثد وينتج آيونات الهايدروكسيد كما في هذه المعادلة وآيونات الهايدروكسيد السالبة تتجه نحو الأند حيث تتفاعل مع الهايدروجين ويتم فقدان أربع إلكترونات ويكون هذا هو التفاعل الكلي للخلية خلايا الوقود لها مزايا عديدة على مصادر الطاقة الأخرى حيث يمكن تزويد الخلية باستمرار بالوقود والحصول على طاقة مستمرة أي كلما نفذت كمية الأكسجين أو الهايدروجين الموجودة في الاستوانات يتم تعبئة الاستوانات مرة أخرى وبذلك يمكن ضمان استمرار الحصول على طاقة كهربية بهذا ننهي المحاضرة ونلتقي في دروس أخرى